خمسة أيام وصلت فيها ضروة الغضب إلى ليلة الدم التي راح ضحية المواجهة فيها شهداء وعشرات الجرحة من بينهم عناصر من القوات الأمنية ساحة الحبوب وجسر النصر في الناصرية مركز ديقار بدأت تعيد مشهد شعلة تظاهرات الجنوب ومخاطر جر الشارع إلى شلال الدماء والفوضى الأحداث ليست بالجديدة لكنها خطيرة في المفهوم الأمني الذي تسعى من خلاله حكومة الكاظم إلى ضمان حقوق الشارع العراقي وحفظ دماء أبنائه بحسب تصريحاتها المستمرة الأمر الذي استدعى وعلى الفور قرارا حاسما بإقالة محافظ ذيقار وتعيين رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الأسدي محافظا مؤقتا في مقدمة اختيار محافظ بعيد عن الضغوطة السياسية والحزبية بمهمة محددة تضمن تهدئة الأوضاع في الساحات أرد فعل مباشر رسمي من الكاظم بتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس الوزراء وفتح تحقيق واسع للوقوف على الأحداث الأخيرة ما يمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لأعمار المحافظة نقطة فاصلة أيضا تتمثل بتشكيل لجنة عليا من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للتحقيق في الأحداث التي رافقت المظاهرات الاحتجاجية في المحافظة الأمر الذي أنتق لسان أهالي المحافظة بمطلبهم الرئيسي منذ زمن يترجم إلى أملهم الحقيقي بمحافظ يدير ذيقار بحفظ دماء الشباب وتوفير أبسط حقوقهم بعد أن طفح كيل الموت والدم وغضب منظمات حقوق الإنسان على المشاهد المتكررة وإتاحة الفرصة لعهد جديد ينهي الاستخفاف بأرواح العرقيين واختيار قيادات تطبق القرارات بفاعلية على الأرض وصناعة مصير آمن ليس للناصرية فحسب بل للجنوب المكلوم بالفقر والجوع ونقص الخدمات ومستقبل مجهول لشبابه الباحثين عن أمل ترجمة نانسي قنقر